اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مانيسا بدأت لعب كرة السلة عندما كان عمري 9 سنوات امارس كرة السلة منذ 20 عاما لكن هذا هو موسمي الثالث عشر كلعب محترف انه لشرف كبير اللعب في فريق المنتخب الوطني هل تود التحدث عن تجربتك كلاعب في المنتخب؟ نحن لا نعتبر دورنا في المنتخب مجرد وظيفة نحن نحب كرة السلة نحن نحب لعب كرة السلة ونحب اللعب في فريق الاندية فريق الاندية هي المجال الذي نحب ونكسب المال من خلاله ومع ذلك فإن اللعب في المنتخب الوطني هو شيء أبعد من ذلك فإن اللعب في المنتخب الوطني هو شيء أبعد من ذلك ففي المنتخب الوطني نحن نقوم بعمال شيء نحبه إلى جانب ذلك فإن ارتداد القميص الوطني شرف كبير للغاية حسنا من وجهة نظرك هل هناك شغف بكرة السلة في تركيا؟ أم أن الشغف بكرة السلة يتزايد؟ أم أنه لا يوجد شغف على الإطلاق؟ لا يمكن القول أن تركيا هي مدرسة كرة السلة ومع ذلك خلال عقد الماضي زاد الاهتمام بكرة السلة كثيرا في تركيا أيضا ربما أصبح الوصول إلى كرة السلة أسهل بدأ الأطفال يكبرون وهم يدون كرة السلة على التلفزيون أصبحوا مهتمين بكرة السلة وشغف مئة بأمئة مقارنة الماضي وهو واضح أيضا في المدرجات هناك المزيد من المتفرجين الآن كيف حققت النجاح الذي يجعلنا فخورين جميعا أثناء مشاهدة المباريات؟ كيف تستعد المباريات؟ تماما عن طريق التدريب هنا كرة السلة وبالتعبير أذق الرياضة فيها عمل تنافسي ذلك عليك أن تعمل كل يوم يجب أن ننسى الأمس ونستعد اليوم التالي ذلك السبب التدريب أهم من أي شيء آخر بالطبع مسرحنا هو المكان الذي نظهر فيه كل ما لدينا من مهارات ونظهر أداءنا من نسبة المئة مئة لكن فترات التدريب أكثر أهمية بالنسبة لنا وعجرة أكثر بكثير عندما يتم الاستماع إليك على هذا النحو يبدو الأمر كما لو أن 90% أو 95% من حياتك تقضيها في ممارسة الرياضة ولكن ماذا تفعل إلى جانب كرة السلة؟ هل لديك أي هوايات أخرى؟ بالطبع هناك أنا أحب قراءة الكتب أنا أقرأ الكثير إلى جانب قراءة الكتب أحب التاريخ أيضا أحب كتب التاريخ وأحب مشاهدة مقاطع فيديو عن طريق اليوتيوب حول التاريخ عادة ما أفعل أشياء كهذا عندما لا أشاهد مباراة في المنزل إن إما أقوم بقراءة الكتب أو أشاهد الأفلاق الثائقية أو البرامة الحوارية حول التاريخ في الواقع هذا أكبر هوايتي بصرف النظر عن ذلك أحب الاستماع إلى الموسيقية حتى أنني أرغب بالعسف ما النصيحة التي تقدمها للشباب الذين يرغبون السير على خطاك؟ في البداية العمل والتدريب هو أهم شيء وبغض النظر عن طبيعة عملهم فإن هذا ينطبق بالطبع على كل مهنة ولكن بما إننا نتحدث عن الرياضة الآن فإن أهم شيء في كرة السلة هو التدريب وقيام بذلك بحب عندما تخرج إلى الميدان وتقوم بهذا العمل بحب فإن المتعة والتدريب الذي تحصل عليه بيضيف لك المزيد الأمر مختلف تماماً عندما يفعل ذلك بالإكرار بالغصب ذلك من الضرور القيام بذلك بالحب والإرادة عمل الجاد هذا رائع شكراً جزيلاً على مشاركتك في برنامجنا شكراً جزيلاً على مشاركتك في برنامجنا